مرحبا معكم Creative Aid انتفاخ البطن مزعج ومحرج وغير مريح ويمكن أن يكون سببه الأطعمة الغنية بالتوابل والإجهاد والالتهابات البكتيرية والأطعمة مثل الفاصولية والبروكلي والملفوف ومضغل علكة والقرنبيط والحلوة الصلبة وبعض الفواكه مثل الدراق والتفاح والأجاص والحليب ومنتجات الحليب والخس والبصل وقد استخدمت القرفة لعلاج الطرابات المعدة لعدة قرون ويمكن أن تقلل من الضغط على البطن وتوفير الراحة من الانتفاخ والمغص وتعتبر القرفة مخففة للألم بسبب عمل البروستيغلاند المثبت وهي طارد للريح لأنها تعمل على تفكيك الغازات المعوية وتحفز الجهاز الهضمي ومفيدة في حالات ضعف الهضم ولإعداد العلاج كل ما تحتاجه هو عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة أضف نصف ملعقة صغيرة من العسل ثم أضف كوب من الماء الساخن وتركه لمدة عشر دقائق ثم قم بشربه كرر الخطوات كل محتجة للتخلص من الغازات والانتفاخ ستجد أن هذا العلاج المنزلي يوقف مشكلة انتفاخ البطن بشكل فوري كما أنه يساعد على منح حدوثه في المستقبل أيضا مشكر متابعتكم لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة كرييريف ايد والضغط على زر اعجبني وإذا كان لديكم أي استفساد تركوا تعليق